الموضوع الثاني لقضية الأحرف المقطعة وعلاقتها ببعض اللهاجات القديمة طبعاً الأحرف المقطعة موضوعها طويل لكن الذي نثبته نحن الآن أنه يوجد بعض التفسيرات يعني يوجد بعض التفسيرات ذكرت أن بعض الأحرف هي بلغة أخرى يبقى هذا القول قول احتمالي يعني يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ مثال على سبيل المثال طاها وارد عن سعيد بن جبير وغيره وقال طاها بمعناها يا رجل بلغة طي ولغة طي من العرب هناك قول آخراً ليست أيضاً من هذه اللغة إنماها باللغة الآرامية لا يمنع هذا هذا قول موجود لكن السؤال الآن السؤال لو صح تفسير طاها بأنه يوجد عند الآراميين بهذا المعنى وجدنا أيضاً عند العرب أيضاً أنه قريب من هذا المعنى يا رجل هل يعني ذلك أن هذه اللفظة يحكم عليها بأنها أعجمية عجمة مطلقة لا تعرفها العرب الموضوع نرجع إليه النفس السابق هو أن كما يقول بجلد الطبري ونبع على ذلك أن كل من قال أن هذه أعجمية لم ينفي أنها عربية كل من قال أن هذه أعجمية لم ينفي أنها عربية وإذا لا يمنع أن تكون أعجمية عربية يعني نطقت بها العجم كما نطقت بها العرب ومن قال يعني من أراد أن يقول إن هذه اللفظة إذا اتفقنا على أنها أعجمية عربية إن هذه اللفظة أصلها عربي وأخذت العجم فيقول هات الدليل وإذا عكس يقال له أيضا هات الدليل فإذا المسألة في مثل هذه إذا نظرنا إليها نظر علمي مثلما ذكر الطبري أن المسألة في هذه أنه لا يمكن الجزم بها بشيء لا يمكن الجزم بها بشيء لكن ما دامت موجودة في القرآن فإذا نحن بين يدينا يعني يمكن أن نقول بتعبيرات القوم أنه ودينا وثيقة لغوية متكاملة عربية لا يختلف بكونها عربية إطلاقا لا يختلف بكونها عربية فإذا إذا وجد إذا وجد أن بعض السلف فسروا هذه اللفظة بهذه الطريقة فلا يعني أنهم ينكرون أنها عربية مع أن هذه الأحرف يعني هذا الأحرف من حيث جملتها نعلم أنهم لم ينحوا بها هذا المنحة في كل الأفعال وإنما في بعض الكلمات مثل ياسين ومثل طاها ومثل نون طبعا ياسين القول فيها متأخر لم يرد عن السلف لكن على أنه اسم من اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وطهى على أن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم متأخر وبعضهم قال كما قلت لكم يا رجل نون بعضهم قال الحوت وهذا وارد عن بعض السلف لاحظ الآن الفرق بين التفسير هذا أو لو ردنا حليله تفسيريا رسم المصحف أو الصحابة لما تفقوا على رسم هذه الكلمات دلون على أنها أحرف وليست كلمة مستقلة بطريقة كتابتها وإلا ما الذي دعاهم أن يكتبوا نون في بداية سورة القلم بحرف وذا النوني ذهب مغاضبة كتبوها كاملة النون فإذن النون إذا كتبت على أنها كلمة يراد بها الحوت لكن نون كحرف تحتمل نحن الآن من باب الاحتمال نقول تحتمل أن تكون الحوت لكن طريقة كتابة الصحابة لها يدول على أنها ليست الحوت من باب الترجيح الآن في هذا الأمر فإذن هي من الأحرف المقطعة طيب الأحرف المقطعة كيف فهموها كيف تعاملوا معها ستجد أن يمكن نقسم الأمر إلى ثلاث قسام أو تزيد قسم الرابع القسم الأول منها يعني أقوالهم تعود إلى أنها أحرف يعني أحرف عربية مجرد حرف ينطق به كما ينطق به العد تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة ألف لا ميم وبعضها وصف لهذه الأحرف يعني مثل من قال فواتح السور مثل قول مجاهد فواتح السور ليس تفسيرا وإنما هو وصف لها يعني هذه الأحرف ما هي يقول فواتح السور هو صادق حتى الحمد لله رب العالمين فاتحة سورة لكن الحمد لله رب العالمين لا معنى وفتحة سورة هنا لها أمر آخر طيب الثالث أن لها معنى يعني لها معنى وهذا المعنى هو في قول من قال إنها قسم ولو لا وجود هذا القول يعني وهو قول قتادة أنها قسم يعني لو لا وجود هذا القول لكان أن نقول إنها إما تكون كذا وما تكون كذا هذا الذي يقول لها معنى يمكن ندخل معه من قال بأنها طاه يا رجل ومن قال بأن يا سين أيضا يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قال بأن نون بمعنى الحوت فهذه الأقسام الثلاثة التي ترجع إليها الخلافات الوالدة في تفسير هذه الأحرف المقطعة طبعا في كلمات أخرى وأحرف أخرى طريقة تفسيرها تدل على أنها لفظة وليست كلمة مثل ما فسر الحسن صاد والقرآن قال صادي بقلبك القرآن فكأنه يفهم منه أنه قراءها صاد كلمة وليست حرف لأنه يقول صادي بقلبك القرآن لكنها طبعا تخريج لرأيه لأننا نرجع إلى الفكرة الأولى أغلب تفسير السلف يعود إلى الأول يعني إذا تأملت تفسيرات السلف كلها أغلبها يعود إلى الأول وأنها أحرف إذا رجعنا إلى الحرف عند العرب كحرف دون أن يكون بعض الأحرف تكون لها دلالة يعني مثلا بعض الناس يقول لك مثلا الباء بمعنى مأخوذ من الباء وهو الجماع مثلا نقول هذا تكون حرف الآن تكون نتكلم منه نتكلم نعم كحرف وليس نلما تقول مثلا ميم ميم حرف يعني أن تنطق ميم حرف لكن هذا الآن الحرف عند العرب مجردا من غير أن يكون له أحرف سابقة له ولاحقة له يكون منها كلمة هل العرب تعرف له معنى كحرف الجواب لا لأنه كحرف مجرد هكذا لا تجد في قاموس العرب أن وهم يفسرون الأحرف ألف اللي هي كحرف معناها كذا ميم كحرف معناها كذا لكن قد يكون قد يكون كلمة ميم لأن تكون منها كلمة لها معنى هذا أمر آخر لكن كحرف لا معنى لها فأغلب تفسيراتهم تعود إلى هذا المعنى وهذا أشار إليه الراغب الأصفهاني في مقدمة في تفسيره لألف لأميم من سورة البقرة في تفسيره أشار إليها ونبه على أن من عبر من السلف بتعبيرات عن هذه الأحرف فإنما هو ذكر مثالا وذكر مثال لابن عباس لما قال ألف الله ولام جبريل وميم محمد فهو يقول ولو قال قائل يعني ألف ذكر كلمة هو اللام من اللعن والميم من المكر لكان صوابا لكنه اختار يقسم عباس يعني أشرف الألفاظ يعني عبر عنها يعني كان يقول أنها من مباني الكلام لكن هذه الأحرف إذا قلنا أنه ليس لها معنى لا يفهم أنه ليس لها مغزة أو حكمة ولهذا العلماء بحثوا عن حكمة وجود هذه الأحرف وذكروا عدد من الحكم وكما يقال النكت لا تتزاحم ومن أعظم الحكم التي كاد يكون فيها عليها اتفاق هي الإشارة إلى التحدي بالقرآن وأنه مبني من هذه الأحرف التي تتكلموا فيها كذلك لا يمنع أن يصل بعض الناس إلى أسرار في هذه الأحرف لكنها لا تغير أن تكون في النهاية هي أحرف يعني لطائف تبقى مثلا من لطائف أن بعضهم قال سورة صاد سورة صاد ابتدأت بصاد ويكثر فيها حرف الصاد وتكثر فيها الخصومة ومذل أهلاتها كنابه الخصم إلى آخره يذكر وأيضا تخاصم قريش في بداية السورة مع رسول الله سلم وفي آخرها ذكر المقتصام ملأ الأعلى يعني يقول يكثر فيها هذه لطيفة هذه لكن ما تغير الأمر شيئا هي فائدة نكتة لطيفة وقس على ذلك بمعنى أنه أي شيء من الأشياء التي نكتشفها في هذه الأحرف هي لا تغير هذا الأمر وإنما يتزيد شيئا من الملحي واللطائف ولكن يمكن أن تقول مثلا يعني من باب الأشياء التي تدلنا على أن هناك هناك إشكالات أنه لو اخترى يعني لماذا لم يكن قاف مكان نون ونون مكان قاف لماذا أين الحكمة في هذا الحكمة فيها تعود إلى الله سبحانه وتعالى الحكمة مطلقة لا يمكن وصول إليها ووصولك إلى كونها صاد فيها كثرة خصومة هذه من الملح لكن لا يعني أن سبب إراد صاد في بداية السورة هو الأجهة الغرض دون غيره لكن نقول هذا هو أحد المحتملات أو أحد الأشياء التي يمكن أن تكون أو أن يكون هذا الحرف اختيرة لهذه السورة دون غيرها